موقف أردني متقدم جاء على لسان الملك عبد الله الثاني ردا على محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية نيتنياهو ضم ضفة الغربية ومستوطنات الاحتلال فوق أراضها الموقف الأردني شدد على أن الضم سيؤدي إلى صدام مع الأردن بسبب التدعيات الخطيرة التي قد تنعكس عليه فعلى الصعيد الإسرائيلي لا يبدو أن إسرائيل تقامر في علاقتها مع الأردن خاصة وأن الأوينة الأخيرة شهدت مواقف تعملت فيها المملكة بحدية عالية وندية لم تعتد عليها إسرائيل سارعت الولايات المتحدة إلى امتصاص الموقف فالخارجية الأمريكية قالت إنها تطمح بعلاقة تنعية جيدة بين الأردن وإسرائيل وذلك في معرض ردها على الموقف الأردني الرسمي الإعلام الإسرائيلي فرد مساحة واسعة لهذه القضية التخوفات في مجملها تتمثل بإلغاء اتفاقية وادي عربة إسرائيل ترى أن ذلك سيؤثر على أمنها القومية أما فلسطينيا فيبدو دائما أن الأردن تربعت في ظهير الفلسطينيين تسندهم وقت الحاجة وتضرب بسيفهم وتتبنى مواقفهما ففي الموقف الرسمي العربي لم يعتد الفلسطينيون على هذا الانسجام السياسي الذي لا ينظر القضية بعين الأنانية وإنما يصل حد الانسجام إلى مراعاة المصالح الفلسطينية إلى جانب مصالح بلاده في أن واحد القيادة الفلسطينية أطلقت جملة تحذيرات خشة إقدام إسرائيل على خطواتها لكنها في المقابل قد تصطدم بواقع سياسي معقد يلوي ذراعها في كل مرة